دور ديال الولاية في الحقيقة دور ديال الوالي يعني احساب الدستور وحساب القانون التنظيمي هو ما يسمى بالمراقبة البعدية للمشروعية نعتقد بأن هذا الموضوع كيتدار وخا عندي عليه ملاحظات خا عندي عليه ملاحظات مثلا أنا رأيي شخصي وعبرت عليه في أكثر مناسبة حتى داخل الدورة سبب بعدها في حق المجلس أنه الوالي يرجع الميزانية المجلس دون أن يكون قد أشر عليها لأسباب قسيطة معلومة نبهنا لها أنا شخصيا من بينها من بينها أنه كانت عنده ملاحظات مكتوبة على طريقة ديالبرمجة المخصص المالي المقطعات الأمر الذي في نظرنا كان لا يمكن للوالي أن يؤشر من جديد على هذه الميزانية إلا بعد أن تكون هذه الملاحظات تم تصحيحها بالنسبة للمقاطعات هذا شيء كان يفترض دورات استثنائية في المجلس المقاطعات المعنية ويتم تصحيح ما ينبغي تصحيحه عادة بش يولي يرجع المجلس الجماعي العقد بش يصادق على الميزانية ويتم تصحيحه فإذا كانت سجل الملاحظة على أنه الوالي أشار على الميزانية رغم أن التصحيحات المتعلقة ببرمجة مخصص المالية ما تمش تصحيحها ديالها هذه ملاحظة بينما كانت ملاحظات أخرى أنا شخصيا مثلا كان أعتبر بأنه تأشيرة الوالي أو وزارة الداخلية على المقررات المتعلقة بتغيير القانون الأساسي ديال شركة تنمية المحلية بش تولي عند الإمكانية ديال التدخل في جماعات أخرى خارج الدار بيضاء أعتقد بأنه مخالف القانون لأن شركة تنمية المحلية مرتبطة بالعمل لصالح الجماعة التي أحدثتها وتدبير المرافق ديال هذه الجماعة فإما كانت داخل الدار بيضاء وخارج الدار بيضاء بينما نسمعه بأنه كان بعض هذه الشركات نظراً لبعض الصعوبات المالية عندها تبحثوا كملوا أنها شركة عادية عن مشاريع في تراب جماعات أخرى هذا ما أنزل الله بهم السلطان مخالف صريحة مخالفة صريحة المقانون كيف يتم تأشير هذا الشيء؟ أنا أكثر من هذا الشيء أنا أكثر من مناسبة شغور ديال المقعد العاشر النائب العاشر ديال العمدة هذا يتطلب من عند السلطة وحتى تدخل باش الدار المعاينة ديال الشغور وديال باش من أجل حتي المكتب وتحالفها تحالف العمدة باش يعوضوا ما تدارش القانون القنديمي ينص على القضية تضارب المصالح وترتيب جزاءات جاءت دورية ديال وزارة الداخلية تنبه في الأول من بعد واحد العدد ديال شهور جاءت دورية أخرى تذكر أشنو الدار ما الدار والو وكيظهر لي بأنه في عدد من الجماعات يعني المسؤولين ديال الإدارة الترابية إما عامل أو والع بحسب الحالة حركوا يعني حركوا منفاس ديال العزل في حق عدد من المستشارين بسبب تضارب المصالح وقد تم عزلوهم داخل الدار بضاهد شي هذا المين مسكوت عليه لا منطرف العمداء لا منطرف الولاية احنا قلنا لهم أعطونا غير الحاصيلة شنو درتوف هذا الموضوع يمكن تكون الحاصيلة وأننا نبحثنا وما القينا والو يمكن لكن هذا الموضوع ساكسين عليه لذلك احنا بني كاين واحد العدد ديال الأمور التي أعتقد بأنه السلطة ينبغي أن تقوم بدورها يعني بشأنه ما كاينش تلمنا إنه شي تصدار شي قادم أيام ترجمة نانسي قبل ترجمة نانسي قنقر